وصفتنا اليوم هي من قطيب الوصفات الفيجيتارين هي الفلافل راح تشوفوا سوا كيف راح نحضرها بطريقة سهلة وناشحة تطلع معنا كرنشي من بره طرية من جوه وما بقى راح نشتريها جاهزة ورح نحضر سوا قطيب صندوش فلافل مع خضرة راح يطلع قطيب بكتير من الجاهز نحنا بحاجة لتنين كوب من الحموس بنا ننقعهم قبل بليلة أنا استعملت الحموس المقشور فينا نستعمل الحموس العادل حب اللي متوفر عنا بالبيت تنين نهار نتحن الحموس اللي نقعني قبل بليلة على الفوت بروسسر نرجع منزيد بصلي حسان تون نسكوب من البقدونيس والكزبرة الخضرة ومنتحنون سوا وإذا الفوت بروسسر يلي عنا منا كتير قوية الأفضل أنه نبلش بالبصل التوم الكزبرة والبقدونيس بالأول بعدين نرجع نتحن الحموس ومن بعد ما تحننا جميع المكونات ونخلطه سوا بنا نزيد عليه ونملع أصغير من البهار الفلافي نصف ملع أصغير بودرة البصر نصف ملع أصغير بودرة التوم وملاح أكيد حسب الزوء من بعد ما خلطنا الفلافي مع البهارات ونحطهم بالبراد لنص ساعة من الوقت ومن بعدها فينا نشيل الكمية اللي ما بتلزمنا ونحطها بكيس ونضبها بالفريزر وقبل مرحلة القليب عشر دقائي منضيف البايكينج سودا تقريبا أقل من ملعقة صغيرة على الخليط ومنخلطه منيح سوا ولنقلي الفلافي اللي بدنا الزيت يكون غزير وبدنا حرارته تكون عالي ووقت اللي بنا نبلش نقلي منخفف النار على الوسط لحتى الفلافي يستوي من بره ومن جوه منشكلهم بقالب الفلافي وإذا مش موجود عنا القالب فينا نستعمل مصفاية إياسة صغير منشكلهم بهذا الشكل ومنصير نقلبهم لحتى ياخدوا من كل المايلات اللون الدهبي وفينا كمان من بعد ما نشكل قرس الفلافي نرش على السمسم ونرجع نقلي وهذه النتيجة النهائية طلع عنا أطيب فلافي كمية طلعت كتير كبيرة ما أخدوا معنا كتير وقت شوفوا القرس كيف بيقرش من بره بيشاهي ومن جوه كتير طريق ولنحضر السانلويش منحط قرس الفلافي منضيفه علي الخضرة يلي نحنا منحبه ومتوفره عنا بالبات شو ما حتينا خضرة بيطلع طيب أنا استعملت البندورة الخاص والكبيس إذا عنا فجل كمان كتير طيب مع سوس طحينة أتمنى تكون الوصفة عجب تكون وساحتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر